بكر ابن العربي من علماء الأندلس كان له كتاب مفيد جداً بعنوان الأمد الأقصى عن أسماء الله الحسنى تحدث فيه عن النفع الذي لا ضرر فيه والضرر الذي لا نفع فيه ماذا يعني بكل منهما وما الفرق بينهما؟ هذه القضية يعني في دراسة العقائد وعلم الكلام والتوحيد قضية فصلت بين مدرستين كميرتين جداً مدرسة الأشاعر هم دول مدرسة أهل السنة والغالبية العظمى ثم مدرسة المعتزلة وكثيرون يعتقدون أن من حين نقول معتزلة فهذا مذهب كافر أو مذهب يخرج من الإسلام خطأ شديد جداً هؤلاء مسلمون تماماً مثلهم مثل الآخرين فقط أنهم يدافعون عن العدل صفة العدل بالنسبة الله سبحانه وتعالى ويذهبون بها إلى أبعد مدى الآخرون يدافعون عن صفة القدرة الإلهية وأنها مصيدرة على هذا الكون وهؤلاء يستندون إلى آيات وهؤلاء يستندون إلى آيات إذن المسألة والاثنين صح يا مولاني والاثنين صح والاثنين علماء وكثيراً أنا وبخاصة حينما مثلاً أذهب إلى الغرب وأشعر أن أنا مطالب أن أتحدث بلغة محايدة بعيدة جداً عن الأديان حقيقةً أرجع إلى المعتزلة لأن كثير من آراء الأشاعر يستغربها الآخرون لأنه ما عندهمش سعداد أن يفهموا أن إرادة الله مطلقة أو أن والله خلقكم وما تعملون طبعاً لا يستوعب وبالتالي يعني يتمرد على النص لأن هذه النصوص تحتاج إلى عمق في فهم قدرة الله سبحانه وتعالى فالمعتزلة يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح طيب القبيح أخوان ما تحكموا بي وذلك مسألة اسمها مسألة الحسن والقبح الحسن والقبح معلاش أنا أضلت قليلاً لا لا أبد حسن والقبح يعني من الذي يجعل الفعل حسناً والفعل الآخر قبيح ها هنا معركة المعتزلة يقولون الفعل الحسن فعل حسن بذاته والقبيح قبيح بذاته طيب معنى ذلك أن الشرع هل الحسن والقبح قبل ورود الشرع يقولون نعم قبل ورود الشرع الشرع يأتي فيرى سلسلة الأفعال القبيحة أمامه فيحرمها ويرى سلسلة الأفعال الحسنة يقرها يقرها ويأمر بها أمراً على سبيل الوجوب على سبيل الندب على سبيل السنة إلى أخو لكن كل من هذه القائمة وهذه القائمة حسنها أو قبحها من ذاتها ولذلك عندهم نحن نحفظ دائماً الحسن والقبح الذاتي يعني ذاتي في الأفعال لا يتصور الفعل إلا معه صفته حسناً أو قبيحاً قبيحاً دول المعتزلة دول المعتزلة ومن هذا القبيل حيقوله ما ينفعش معنا الضر والنافع بشكل مطلق لأن الضر مطلقاً يعني بس نشوف السادة الأشاعرة قالوا أنتم واهمون أيها المعتزلة لأن الحسن أو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع حتى لهم عبارة جميلة الحسن ما قيل فيه افعلوه والقبيح ما قيل فيه لا تفعلوه فإذن ويقولون إن الأفعال قبل ورود الشرع لا صفة لها سواء حسن أو قبيح حسن ما تعرفهاش ولولا أن الشرع هو الذي يعرفك هذا وخاصة فيما يتعلق بالشرع وعكام الشريعة والعبادات يعني مثلاً الشرع هو الذي وصف الأفعال الشرع هو الذي يأتي فيقول لك هذا الفعل أنهاك عنه فتعلم أنه قبيح لأن الشرع هو الذي أعطاه وصف القبح فيحرم أو أعطاه وصف الحسن فيحل ولذلك يعني الأشاعر يقولون لما حرم قبح بعد تحريمة بعد تحريمة الآخرين يقولوا لما قبح حرم على العكس على العكس تماماً لما جاء وقال قبيح حرم فإذن عندي أنا مدرسين حقيقة مدرسة الأشاعرة قوية في هذا الموضوع لأن مثلاً خذ عند حضرتك هم يقولون الحسن يعني لا ينقلب الفعل الحسن إلى فعل قبيح ولا القبيح إلى فعل حسن نعم بشوف عندك دلوقتي العالم كله متعارف العالم الغربي طبعاً على أن الزنا حسن مباح مباح فهل هذا يعني أنه فعل حسن؟ فعل يعني أو أنتوا معتزلة بتقولوا أنه لا ينقلب ممنوع لانقلاب في الأفعال طب أجمع العقل الغربي كله على أنه ده حسن فهل ده نؤمر به وقل مثل ذلك في أمور كثيرة جداً في الربا وأكل أموال الناس بالباطل والسيطرة على الناس والاستعمار كله ده حسن عندهم وله وزرات وكذا وكذا هل أنا أقيمه بأنه ده فعل قبيح قلب إلى فعل حسن وأنتم تمنعون الانقلاب فإذن ما حرمه الشرع هو القبيح وما حسنه الشرع هو الحسن